بدأت وزارة الإسكان بترسية مناقصة مشروع بناء الوحدات الإسكانية وترسية مناقصات أخرى للبنى التحتية تمهيدا للشروع في بنائها وذلك بعد استصلاح الموقع وتهيئته لإقامة هذا المشروع الضخم وقال الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس سامي بوهزاع في تصريح أدل به إلى مركز الأخبار ينه من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 24 شهر لبناء الوحدات السكنية بأولى المرحلتين فتحنا العطاءات الآن في طور التقييم وبنرفع إن شاء الله توصي قريبا لمجلس المنقصات للترسية نحن ماضين في تنفيذ هذا المشروع هذا المشروع طبعا يعتبر سبق باستصلاح من خلال استصلاح موقع يعني كان في يوم الأيام ما قبل النفايات استصلحنا بطريقة آمنة إن شاء الله بيكون طبعا نحاول نخليه مشروع رائد من ناحية الطاقة من ناحية التصميم من ناحية المرافق الموجودة فإن شاء الله الأيام بتثبت إن الجهد اللي قامت بالحكومة مثلا في وزارة الإسكان والوزارات اللي كانت دات العلاقة بهذا المشروع إن شاء الله إن جهد بيكلل بالنجاح إن شاء الله بيكون جهد يبرز الاهتمام بالمواطنين وإن شاء الله توفير بيئة السكنية إن شاء الله الآن الآن الله يسلمك إحنا قلنا في طور ترسية المناقصة مناقصة بناء الوحدات للمرحلة الأولى تستمر فترة تنفيذ الوحدات ما يقارب من 12 شهر وبتطرح قريبا كذلك من قصة البنية التحدية حق هذا البيئة فنتوقع خلال يمكن سن ونوص إلى سنتين تكون أول مراحل جاهز إن شاء الله من هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر